من مجموعة 200 بئر تم الانتهاء من حفر 50 بئرا ضمن مشروع المياه البديلة الذي ينجز على مساحة تصل إلى 10 ألاف دونم الأبار حفرت بأعماق مختلفة وتصل الطاقة الانتاجية للبئر الواحدة إلى أكثر من 2 متر مقعب من الماء في الثانية الواحدة هذا المشروع يوفر كميات كبيرة من مياه الشربي والساقي وتم إنجاز المرحلة الأولى منه في منطقة الأخاذر جنوب غربي بحيرة الرزازة بكربلاء تم إنجاز المرحلة الأولى التي يحفر 50 بئر ونصب طواقم إلى منطقة التغذية لهذا الخزان هي تقع على الحدود العراقية السعودية بمسافة من 100 إلى 200 كيلومتر من هذه المنطقة باتجاه الغرب وهي مياه نظيفة وخالية من الملوثات وتشابه مياه الأنهار وما يثير التعجب إن وزارة الموارد المائية والحكومتين المركزية والمحلية تعذروا عن إنجاز المشروع بسبب التقشف لتقدمه بعد ذلك جمعية التنمية والارتقاء بالبيئة العراقية إلى العتبة العباسية التي تبنت إنجازه عام 2014 بالتعاون مع الجهات الحكومية وتم إنشاء خزانات كبيرة لتجميع المياه والاستفادة منها في السقي مجلس المحافظة والمحافظة ورئاس الوزارة ووزارة الموارد المائية كلتهم أي دول مشروع ولكن الكل ما وافق على تنفيذه من الناحية المالية فلهذا طرح على العتبة العباسية وتبنت العتبة العباسية سيد وزير الموارد المائية قال هو هذا أفضل مشروع نفذ من بعد سقوط النظام لحد الله الآبار حفرت بعمق تجاوز المئة متر مختريقة طبقة الدمام التي تضم مخزونا مائيا لألاف السنين بحسب الخبراء الذين أكدوا أن انخفاض مناسب نهري دجل والفرات سيجر إلى نقص حادف المياه السطحية الأمر الذي جعل من مشاريع المياه البديلة حاجة ملحة المشروع تم تشغيله جزئيا مع انشاء مزارع على مساحة ألاف الدنيمات لم نعتمد على تشغيل هذه الآبار بطاقتها الكبرى وإنما تم تشغيلها بالطاقة الدنيا لغرض ديمومة المشروع وتم الاستفادة من هذه المياه في زراعة بعض الأشجار المثمرة يبقى هذا النقل المائي يعتمد على دائرة ماء كربلاء والمحافظة كربلاء وزارة الموارد المائية ربط مشروع المياه البديلة وتحويله إلى شبكات الإسالة يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة فيما يؤكد مختصون على ضرورة إيجاد مصادر مياه بديلة والضغط على إيران وتركيا اقتصاديا لضمان حصة العراق المائية من كربلاء ميثم الجناحي الحرة